طال صمت الرئيس حول تحديد موقفه من الترشح للانتخابات ليتصعد الجدل بين الأوساط السياسية قبل أن يحسمه بالترشح رسمياً لولاية رابعة ولد عبد العزيز بوتفليقة عام سبعة وثلاثين من القرن الماضي بمدينة وجدة المغربية وهو الرئيس الثامن للجزائر منذ الاستقلال قضى فترة طويلة من حياته خارج الجزائر ليعود ويخوض انتخابات الرئاسة عام تسعة وتسعين ويفوز بكرسي الرئاسة خلال رئاسته الأولى للبلاد كان الوضع الداخلي محتقناً سياسياً وأمنياً وقانونياً مع انتشار العنف وخرق الحريات وفضائح في المال العام لتتوج بأحداث قبائل الأمازيغ مع بدء الاستقرار الأمن وتراجع العنف بدأ بوتفليقة بتعزيز الإصلاح وترسيخ دعائم الدولة وتطبيق إجراءات أدت لاستعادة النمو الاقتصادي للبلاد وخلال فترة حكمه الثانية عام 2004 قاد بوتفليقة المصالحة الوطنية التي أدت إلى وقف العنف كما حارب الفساد وواصل الإصلاحات الاقتصادية وفي عام 2005 عين رئيساً لحزب جبهة التحرير الوطني وتعرض في العام 2007 لمحاولة اغتيال بهجوم انتحاري في ولاية باتنا شرق البلاد سمحت التعديلات الدستورية لبوتفليقة عام 2009 بالترشح لولاية رئاسية ثالثة ليفوز بأغلبية ساحقة فاقت 90% الإنجازات هذه تخللتها محطات مرضية جعلت مسألة متابعة الحكم موضع جدل بين الأوساط السياسية بدأت في العام 2005 بعد إصابة بوتفليقة بوعكة صحية نقل على إثرها إلى باريس لتلقي العلاج عاد المرض أكثر حدة في العام 2013 بتعرض الرئيس لجلطة دماغية الوضع الصحي هذا دفع ببعض أحزاب المعارضة للمطالبة بإعلان شغور منصب الرئيس وتنظيم انتخابات مبكرة بسبب عجزه عن أداء مهمه ليبقى هذا الأمر موضع جدل سياسي رغم إعلانه ترشحه لولاية رابعة مصطفى خطيب العربية